مدينة المارينة مشروع تجاري يعد الأفخم على مستوى اليمن جمع ما بين الترفيهي والسكني وهي ميزة تنفرد بها هذه المدينة اتقع على شواطئ بحر العرب الجذابة في المدخل الغربي لمدينة الغيظة في محافظة المهرة وتتميز بأجواء معتدلة فرصة استثمارية أهمنة ومناسبة لأبناء الوطن من الداخل والعائدين من الخارج طبعا فكرة المشروع بدأت من حاجة الناس الملحة لموضوع السكن والعيش الآمن في اليمن بشكل عام وكانت المنطقة الآمنة وتم اختيار المهرة لكونها ما تمتاز به من أمان وبيئة جميلة تم اختيار موقع المشروع بعناية من قبل فريق مختص وطبعا هو أول مشروع في اليمن يحتوي على عدة أقسام قسم سكني وقسم سياحي وقسم ترفيهي بنظام الكامباوند كمدينة متكاملة من أجل دعم الاقتصاد والتجارة في السوق العقارية ودعم الجانب السياحي والترفيهي في اليمن أنشأت شركة المارينة هذه المدينة في محافظة المهرة كونها تتميز بهدوئها ومكانها المناسب وستكون قبلة للسياحة والسكن راقي في المنطقة على وجه الخصوص والبلد عموما وهي فكرة للتسهيل للمغتربين التملك العقارات سواء فلل أو بيوت أو شقق وأسعار رخيصة أو مناسبة نقدر نقول أنها أسعار مناسبة جدا تبدأ الأسعار كشقق من 35 ألف دولار ماكسيمم توصل إلى 56 ألف دولار الفلل تبدأ من 80 ألف دولار وأسعار في متناول يمع أقصاد بسعر الكاش يعني بإمكاننا أن يقصد العميل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي فوائد بسعر الكاش تتميز مدينة المارينة بموقعها الجميل ومساحتها الكبيرة وما زالت قيد الإنشاء لمدينة متكاملة تحوي كل الخدمات إلى جانب حديقة ألعاب للأطفال ومركز صحي ومدرسة ومستشفى ومنتجع ترفيهي إطلالة ساحرة على شواطئ بحر العرب التي تنفرد بها مدينة المارينة في محافظة المهرة والتي تعتبر واجهة سياحية لجميع الزوار من داخل المحافظة وخارجها مصطفى بحكم لقناة حضر موت من محافظة المهرة